برنامج العدسات الخاص بالسنابشات البرنامج المثبت عندك على الكمبيوتر سواء كمبيوتر أو ويندوز أو حتى ماك لما تجي تضيف فلتر عشان تستخدم من خلاله عدسة حتظهر لك بعض الأحيان هذه الرسالة أو رسالة الخطأ والكثير مننا ما كان يعرف أو ما يعرف إش السبب خلينا نشوف مع بعض الفيديو كيف نحل هذه المشكلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماكم أخوكم محمد حديدي في شرحات سابقة أو من المعروف أنه برنامج العدسات على جهاز الكمبيوتر هو عبارة عن في الأساس فلتر من خلال الفلتر تقدر تصمم أو تسويها عدسة تحولها إلى عدسة فروقات العدسة عن الفلاتر طريقة استخدام هذا البرنامج كل هذه الأشياء هتلاقيها برابط واحد بصندوق الوصف أسفل مقطع شرح لليوتيوب شرح اليوم هو فقط على رسالة الخطأ طيب ليش بتظهر لك هذه رسالة الخطأ بعض المصممين يصمموا بقياسات أو مقاسات الخاصة بالآيفون إكس اللي هو الفلتر اللي تصمموا للآيفون إكس مختلف عن بقية مقاسات الفلاتر لبقية الجوالات يعني المقاس للآيفون إكس هو 1080 على 2340 بيكسل لكن هذا المقاس لو جيت تضيفه في برنامج العدسات ما هيقبله ما هيقبل غير المقاسات القديمة المتعارف عليها اللي هي 1080 في 1920 بكل بساطة هذه هي المشكلة نجرب مع بعض الآن ونوريكم كيف تحلها لو سويت نيو بروجيكت اللي هو كأنك بتضيف عدسة أو بتصمم عدسة وبرضو فرصة للناس اللي ما تعرف تسوي عدسات أول ما بيفتح معاك البرنامج بهذا الشكل حتضغط من فوق أد نيو يعني إضافة جديد بعدين تنزل على خيار اللي هو البيل بورت بعدها حيظهر معاك حتيجي هنا عند علامة الصورة هذه حتضغط عليها بعدين حتضغط على أد نيو وبعدين تختار امبورت فايل شوف هذه هي المقاسات مكتوبة تحت 1080 على 2340 هذا المقاس الخاص بالآيفون اكس شوف نفس الفلتر ولكن بقياسات مختلفة وهذا المقاس 1080 على 1920 شوف لو أضفنا 2340 هيطلع لنا رسالة الخطأ لأنه خطأ في القياسات يعني هذا ترفعه كفلتر على موقع السناب شات ولكن ما ينفع تضيفه في برنامج العدسات فبالتالي حنختار اللي هو الثاني اللي هو 1080 على 1920 حنلاقي إنه قبل معانا عادي ونضغط اوكي وبالتالي قبل معانا الفلتر بكل سهولة خلاص الآن خلاص انت صممت العدسة حتسويها Submit Lens وبعدين تصمم لها ايقونة خلينا نوقف هنا ونرجع نكمل بعد كيف تعالج اللي هي مشكلة أو رسالة هذه الخطأ طبعا أنا أعدل دائما القياسات عن طريق برنامج الفوتوشوب تقدر تحمله من مواقع كثير حط الروابط تبعها وطبعا البرنامج يقبل على الآيفون عفوا على الآيفون أيضا وعلى عباد أجزة الأندرويد وأيضا أجزة الكمبيوتر هذا 2015 أو أنت لك كامل الحرية أنك تعدل عن طريق أي برنامج يعدل لك الصور حنضغط على File فوق أو ملف بعدين جديد أو New وهنا نعدل المقاسات نخليها ألف وتسعمية وعشرين أو ألف وثمانين على ألف تسعمية وعشرين وتختار من هنا تأكد أنه بيكسل تنزل هنا عند وتخليها هذا الخيار اللي هو خيار الشفاف وتضغط OK الآن طلع لك المقاس الفلتر تجيب الفلتر اللي هو عندك اللي هو ألف وثمانين في ألفين ثلاثمية وربعين اللي هو معدوم اللي هو ما قبله البرنامج وتسحب وسحب بهذه الطريقة شوف لاحظ معايا هذه الفراغات كلها هي السبب حنعدل المقاس بهذا الشكل بهذه السهولة خلاص الآن ضبطنا الفلتر نضغط علامة الصح ونخزنه فايل أو ملف بعدين سيف آز وتأكد أنه بي إن جي هذا الصيغة ونحطه مثلا في نفس المجلد ونضغط سيف أوكي خلاص خلصنا من برنامج الفوتوشوب الآن الآن لاحظ معايا هذا اللي تونا حفظناه طيب حنجرب مرة ثانية الآن حنسوي Add New بعدين Billboard على السريع بعدين نضغط على الصورة بعدين Add New Import File لاحظ معايا هذا اللي تونا سويناه اللي هو 1080 على 1920 هنختاره الآن ضبط معنا هنضغط أوكي خلاص هذا الفلتر جاهز قدامك طيب الآن نسوي له Submit Lens طيب لو حابب تضيف الأيقونة سبق وشرحتها ومرة ثانية ما في مشكلة نشرحها على السريع أنا أيضا أصمم الأيقونة من خلال برنامج الفوتوشوب هنسوي جديد بعدين مقاسات أيقونة اللي تظهر للعدسة 320 في 320 بيكسل طيب كيف عرفت هنا مكتوبة 320 في 320 بيكسل طيب الآن نختار مثلا الفلتر نفسه ونسحبه سحب على برنامج الفوتوشوب ومثلا نخليه أنه يظهر بهذا الشكل عشان اللي بيضيف العدسة بس يكون عارف هو إيش بيضيف ممكن تسويها بدون أيقونة ولكن حلو لما يكون لها أيقونة من الخارج بهذا الشكل هتضغط علامة الصح وحتخزنه أيضا وحتخزنه أيضا بي إن جي ما الآن خلصنا طيب نختار تشوز آيكون اختار الآيقونة ونختار الآيقونة اللي إحنا 320 في 320 وبالتالي أيضا قبل معانا وهذا حيكون شكل العدسة من الخارج يعني قبل يضيف العدسة هذي اللي احتضر معاه في السناب شات أو في موقع عدسات السناب شات طيب الآن تسميها حط الاسم اللي على كيفك خلاص تبغى بالكاميرتين أو لا تبغى يكون إنه خاص بشي معين إنا لا تسوي على شيء خليها زي ما هي بعدين نسوي سبميت طيب الآن العدسة جاهزة هذه ميزة جديدة أضافوها اللي هي يعني كعرض للعدسة قبل الإضافة يعني يظهر له كمثال للعدسة يعني ممكن تضيف فيديو وممكن تضيف صوت من هنا تقدر تختار مثلا تخليها هذا شكل العدسة كمثال تختار اوبن يصير قبل لواحد يضيف العدسة يقدر يشوف كيف حيكون شكلها على السناب شات بعدين تضغط دن أيضا هذه تقدر تعدلها بعد ما ترفع العدسة خلاص إحنا كده خلصنا هنسوي سبميت ثواني وتكون عدستنا جاهزة حدث من هنا هذا أصفر الريفيو يعني تحت المراجعة أول ما يجيك لايف حدث بيكون جاهز والآن صار جاهزة العدسة للاستخدام هذه هي لو ضغط هنا ثلاث شرطات هنا إقاف العدسة هنا هتحمل العدسة ككود وأيضا رابط وهنا اللي هو منيج بريفيو اللي هو تقدر ترفع استعراض العدسة قبل إضافتها لو ضغط عليها تقدر تعدل من هنا تضيف زي ما قلت لك صورة أو فيديو وهذه الأحجام المطلوبة هذه شروط الحجم يعني فيديو يكون مثلا سنابة واحدة تحطها كعرض وهنا كصورة ولما أنت حابت تستخدمها أيضا على راحتك من هنا شير يعطيك الرابط لإضافة العدسة في نهاية الشرح يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من ليك سبسكرايب في القناة في أمان الله